حبيب الحلوين الشطار المغوبين دايما بننصحكم بالقراءة ولكن في كتير منكو يقول الكتب كتير والعلم كتير والكلام المكتوب كتير امتى نقرأ كل ده امتى نفهمه امتى نستوعبه مفيش وقت العلم بيكتر فعلا دي معلومة حقيقية العلوم في اخر مئة سنة اصبحت بتتضاعف بشكل رهيب جدا يعني ايه حبيبي يعني في السنوات الاخيرة يعني في العشرين او تلاتين سنة الاخيرة كان قبل العشرين تلاتين سنة دول كان العلم ممكن بيتضاعف اي علم من العلوم وليكن مثلا علم الطب علم الكيميا علم الاحياء كان بيتضاعف يعني ايه بيتضاعف يعني مثلا لو كان فيه ميت بحس بقى امتين بحس لو كان فيه الف كتاب بقى امتين كتاب كان ده بيستغرق الف سنة بعد كده بقى خمسمائة سنة بعد كده بقى خمسين سنة بعد كده بقى اصبح الان هناك علوم بتتضاعف خلال اربعة وعشرين ساعة وخلال اتنين وسبعين ساعة خلال اسبوع خلال اسبوعين معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان العلوم بتتضاعف بشكل سريع جدا لدرجة ان في بعض الدول اصبحت عاملة عاملة مدة صلاحية للشهادات الجامعية يعني ايه؟ يعني يقول لك مثلا اللي مرة على البكاريوز بتاعه او الليسانس مثلا عشر سنوات اصبح البكاريوز او الليسانس ده يعني مدة صلاحيته منتهية يعني لازم الشخص ده ياخد دورات تدريبية جديدة او يتعلم دبلوما جديدة عشان يجدد الشهادة بتاعته من كتر او من كثرة العلوم وتضاعفها طب ده هنقدع عليه ازاي؟ هنقدر نتغلب على مسألة العلوم اللي بتزيد بشكل سريع ازاي؟ بكمان بحكم الحياة السريعة هنعمل ايه؟ يبقى هنقرأ بس مش قراءة عادية القراءة السريعة القراءة السريعة والكلام اللي جايل هنقوله في ما تبقى من حلقتنا النهاردة عن القراءة السريعة الكلام ده عن لسان المدرب احمد راغب واللي كتبه على صفحته على الفيسبوك القراءة السريعة لما تعرف ان القراءة اللي تعلمناها كات قراءة كلمات وجمل يعني الكلام اللي احنا تعلمناه القراءة اللي احنا تعلمناه كات قراءة كلمات وجمل بس للأسف ما تعلمناش نقرأ فقرات ونستخلص منها المعلومة المفيدة قبل ما ما نبدأ الكلام اللي بعده اتعودنا ان احنا نقرأ كلمة بكلمة عشان نركز ونفهم وده للأسف بيستهلك مننا مجهود ووقت كبير جدا ما بيخلناش نلحق نقرأ ونتعرف على كل العلم والكتب اللي احنا عايزينها وعشان كده حبيب الحلوين ظهرت تقنية القراءة السريعة القراءة السريعة مش مجرد قراءة كمية كبيرة من الكلمات او الكتب او الصفحات في وقت قليل ولكن قراءة بتركيز وتوازن بتخلينا نخرج اكبر كمية من المعلومات المفيدة من الكتاب في خلال اقل وقت ممكن طيب ازاي ده بيحصل بتقنية القراءة السريعة تعتمد اساسا عن طريقة او عن طريق تنشيط شقية المخ زي ما احنا عارفين يا حبيبي ان مخ الانسان عبارة عن شقين شق ايمن وشق ايسر يعني نصف ايمن ونصف ايسر احنا طول عمرنا عارفين ان فص المخ الشمال الايسر بيتحكم في الجزء اليمين من الجسم والعكس اي الفص اليمين من المخ بتحكم في الجزء الشمال من الجسم ده غير اصلا ان الجزء اليمين مسؤول عن وظائف معينة زي الابداع والالوان والمشاعر والصور غير الجزء الشمال مسؤول عن الارقام والمنطق والتحليل يبقى الجزء اليمين من المخ مسؤول عن الابداع والالوان والمشاعر والصور والجزء الشمال مسؤول عن الارقام والتحليل في احنا نقدر بقى بالتمرين تمرين العقل بشقاي يعني تمرين الشق الايمن والشق الايسر مع بعض ومن خلال عمل متوازن بينهم بين الشقين ده بيحسن التركيز وبيحسن اداء التعليم والتعلم وبيزودنا بالذكاء والذاكرة وكل ده بينعكس في اننا ايه بنمرن نفسنا على القراءة السريعة فبيبقى تأثيرها علينا واضح ده بيتم عن طريق التمرين اللي احنا بنمارسها فيه تمارين بنمارسها عشان نضرب نفسنا ونضرب فصية المخ على القراءة ايه السريعة الجزء الخاص بفكرة القراءة السريعة ده اخذناها عن المدرب احمد راغب من على الفيسبوك من على صفحته على الفيسبوك طبعا ده للامانة العلمية ان احنا دايما نشير لاي حد احنا ارانالو او جبنا منه معلومة ده دايما ننسبه تصحبه عشان نكون عندنا امانة علمية في موهبتنا اشوفكو على خير مع القراءة السريعة في موضوعات تانية كتيرة مع السلامة